موسيقى في هذا الشهر هذا لجعل اتر هذا الارتفاع الليبان وهذا النقص شوية في السيرتو في الأطماط في الأسواق درنا هذا اللقاء تحسبان ولا استباقا لرمضان إن شاء الله باش نحاولون نتذكر مع المهنيين ومع الإدارة اشن هم المساحة الليكينة اشن هم الصحة النباتية كيفاش ديرها الحالة ديال الإنتاج تبين أنه هذا النقص هذا الانخفاض ديال درجة الحرارة اللي هبطت بزاف الحمد لله الانتاج متوفر على حسب الأرقام اللي تفهموا اللي همبي المنتجين والإدارة كانت تلتالاف وتسعمائة هكتار الانتاج متوفر ولكن ما كيتلونش ما كيتمرش مع هاد الدرجة الحرارة المنخفضة كان كينتج تقريبا واحد تلتون في الهكتار في اليوم داباها بطول أقل من مئتين كيلو في الهكتار في اليوم وهذا الانخفاض ديال الانتاج جياف الهكتار هي اللي رفعت شوية الأسعار لنا الملكين نقص العرض كيكون الطلاب وبالتالي كيكون هدف هاد السلسلة هاد السلسلة اللقاءات جات باش نحاولو نتواصلو استباقيا ويكون واحد تواصل ما بين الإدارة والمهنيين اللي احتف حالة غادي يتخادوش إجراءات لتوازن ما بين السوق الداخلي والخارجي يكون متفق عليها وما يكونش بحسن اللي فاتل يكون واحد واحد الديزيكيليبر اللي تأطرو فيه الفلاحة المصدرين بزاف الحمد لله كان نقاش مهم جدا كان تواصل ما بين الجامع كانوا جامع الجمعيات والفيدرالية والإدارة متفقين على الأرقام على المعطايات وحتى بدأوا كيتتفقعتها اشنا هم الوسائل اللي غادي يتخادوا إن شاء الله في المستقبل احتياطان وإلى ما ما احتجناهم شراهي الأمور غادي يكون كنضن إلار طفعة الحارة غير شي شوية غادي يكون توفير ديال المادة اللي كان هضرو عليها بالسوق الداخلي عادي وما غاديش نحتاج الوسائل ديال التقنين ولا ديال كذا مع مرة هضرنا بأن غادي نحبس الصادرات يعني ما كان شي توقف ديال الصادرات غادي يمشوا عاديين وتوفير ديال السوق الداخلي را هو ده بتل ده عادي يعني غير باش ما نخلوش هاد الهضرات ديال غادي توقف وغادي يكون شي كذا ولا توقف فترة غادي تكون واحد ضربة خيبة للمنتجين اللي التازموا سنوات هذه مع الأسواق ديالهم وبالتالي كان واحد المصدقي عند المنتج المغربي وعند الوجهة المغرب لهذا احنا كنحاول بهذا اللقاء نحافظه على هذه المكتسابات ونحافظه على السمعة البلاد وعلى المنتج المغربي وعلى كذلك الإدارة المغربية اللي ديما كتكون في الموعد ديالها وفي بالالتزامات اللي كتواكبوا هذا الشيء كتنقلوا الحقيقة لمستهلك أولا والجميع الوطن الثانيا وشكرا